بطنجة نظم نادي مدراء الشركات المغربية النسخة الأولى من يوم البيئة والتنمية المستدامة تحت شعار لدينا أرض واحدة فلنعتني بها إلى مسؤوليتنا وفرصتنا. ويأتي هذا الحدث الذي ينظم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة لتعزيز الجهود الجماعية للمملكة المغربية الرامية لتنفيذ نموذج تنمية المستدامة والذي يمليه التوجه الاستراتيجي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والالتزامات الدولية للمملكة المغربية علاوة على أن هذا المشروع يعتبر من إحدى استراتيجيات المغرب الجديدة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي ستخول تسريع وطيرة التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام. هذا الهوم التوعوي يشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين والمشاغنين في القطاع وهناك سعي لجعله فضاء للطلاق والتشاور في مجال البيئة والتنمية المستدامة. أود أن أقول أن الاقتصاد الدائري مفيد للشركات والمقاولات ومدبري النفايات على حد سواء وأدعو إلى تكتيف الجهود لرفع واتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. وإضافة لكون التظاهرات تشكل فرصة لتعزيز الجهود التي تبدلها كل من السلطات المحلية والنسيج الصناعي للمنطقة في هذا القطاع والذي يعد من أحد ركائز الاقتصاد الدائري الصديق للبيئة والتنمية المستدامة، فإنها تشكل منبراً لتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة والمشاغلين في القطاع قصد جعله منبراً للتشاور والتبادل. يتم حوار برنامج هذا اللقاء الدراسي حول أربع محاور. أولاً تسير نفايات الصلبة. ثانياً معالجة المياه العادمة. ثالثاً التلوث البحري. ورابعاً برامج تمويل المشاريع المختصات في البيئة. وتعمد هذه النسخة على الجمع بين جميع الفاعلين العاملين في مجال إدارة وتدوير النفايات الصلبة وتلوث الغلاف الجوي فضلاً عن النفايات السائلة وتلوث البحري والتنوع البيولوجي.